تسعة آلاف شهيد فلسطيني شارك السيسي في قتلهم كان بإمكانهم النجاح كان بإمكانهم أن يبقوا على قيد الحياة كان بإمكانهم أن يظلوا داخل قطاع غزة أو في مستشفيات مصر لو أن السيسي فعل السيادة المصرية على معبر رفع واستقبلهم في المستشفيات المصرية تسعة آلاف شهيد فلسطيني تسبب السيسي في قتلهم في انتظاره للإذن الإسرائيلي في تحججه بانتظار التنسيق الأمني في انتظاره أن تأذن إسرائيل أن يستقبل الفلسطينيين داخل مصر عبر معبر رفع قتلهم التعطل الفعلي لمعبر رفع بعيدا عن شكليات النظام قتلهم تعنت النظام المصري في قبول كميات جيدة من الجرح الفلسطينيين قتلهم تحجج النظام المصري بانتظار التنسيق الأمني والقوائم الإسرائيلية قتلتهم محاولات السيسي التنصل من مسؤوليته الإنسانية قتلهم التذرع برفض مخطط التهجير لرفض دخولهم إلى الأراضي المصرية قتلتهم ندرة المساعدات الطبية التي تدخل إلى فلسطين عبر معبر رفع المصري قتلهم تواطئ نظام السيسي مع الاحتلال في منع الوقود عن قطاع غزة قتلتهم خشية النظام المصري من انزعاج إسرائيل من أي إجراءات مصرية دون إذن إسرائيلي 9000 فلسطيني شارك السيسي في تصفياتهم عبر غياب السيادة المصرية والقوى الإقليمية 9000 شهيد فلسطيني قتلهم عبد الفتاح السيسي كما قتلهم الاحتلال الإسرائيلي للأسف اكتبوا ده في كتب التاريخ اوقوا تنسوا أن في ديسمبر 2023 رئيس مصري رئيس أكبر دولة عربية وإسلامية ما قدرش يفتح معبر رفح أمام 9000 مصاب من قصف إسرائيلي على بعد أمطار من حدوده بعت وزير الصحة بتاعه يفتخر أن احنا عندنا مستشفيات فيها أسرة كافية وفيه إمكانيات لألاف استقبال ألاف الجرحة والمصابين الفلسطينيين لكن ما قدرش يستقبل واحد منهم من غير إذن إسرائيل ففيه 9000 واحد استشهدوا كان ممكن دلوقتي يبقوا في مستشفيات مصر بيتعالجوا وبيلاقوا علاج أو يفضلوا في قطاع غزة بس مصر ادخلوا لمساعدات الطبية الكافية لكن لا ده حصل ولا ده حصل لأن الشخص ده هو موظف في حكومة بن يمين نتنياهو ولكن وظفته أنه موجود في أسر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة بكل أسف عبد الفتاح السيسي تسبب في مقتل 9000 فلسطيني أو في استشهاد 9000 فلسطيني تعالوا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي قالت إيه عن هذه الخيانة علي كنان النظام المصري قتل 9000 شهيد فلسطيني أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة رسميا استشهاد 9000 مواطن فلسطيني بسبب إغلاق معبر رفح الذي تسبب بنقص حد جدا في الأغضية والخدمات والآلات والتجهيزات الطبية والأدوية والعلاجات والتواقم الطبية حالة دون إسعاف ونقل الجرحة الفلسطينيين الخدج إلى مستشفيات عربية والأطفال الخدج إلى مستشفيات عربية وخارجية كانت جاهزة لاستقبالهم ومعالجتهم يحيى صلاح المغربي 9000 شهيد مش هيقتصوا من نتنياهو لأن مش هو الأتلهم اللي أتلهم اللي ما استقبلهمش في المعبر عنده 9000 شهيد دياسر في غزة قتلوا بسبب عدم توفر العلاج لهم ولو توفر لنجوا هذا الرقم أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي رسميا لكنه يخبرنا بشكل واضح أن إغلاق مصر لمعبر رفح ومنع دخول العلاجات اللازمة وإسعاف الجرحة كان عاملا أساسيا في قتلهم إلى جانب الاحتلال افتحوا معبر رفح أوقفوا الحرب أنتوا مستنيين إيه يا جماعة؟ النظام المصري مستني إيه؟ الحكومة المصرية مستنية إيه؟ الناس اللي بتبرر للنظام مستنية إيه؟ الناس اللي عملت في الموثائقي اسمه مسافة السكة مستنيين إيه؟ فيه 9000 نفس إحنا مش بنعد عربيات دخلة بإذن إسرائيلي إحنا بتتكلم على أرواح بشرية على 9000 بني آدم ما استقبلتهمش في مستشفيات مصر لأن انت موظف عند الاحتلال الإسرائيلي نكمل ونشوف بثينا العيسى افتحوا معبر رفحوا بتتكلم عن المأساة الموجودة غير التسع تلاف شهيد كمان نشوف مؤسسة سيناء اللي اتكلمت عن القصة كمان بتقول إن مصر بتستقبل سبع جرحة وخمس مرضى من قطاع غزة غادر قطاع غزة سبعة جرحة وخمسة مرضى عبر معبر رفح البري بجانب دخول سبعين شاحنة مساعدات بعد تفتشها في معبر نتسانة بالجانب الإسرائيلي قالت مصادر بمعبر رفح إنه غادر يوم 22 ديسمبر سبع جرحة وخمس مرضى مع تمانية من مرافقيهم عبر معبر رفح البري غادر القطاع 162 مسافر من الأجانب وحملت الجوازات المصرية وإنه وصل القطاع سبعين شاحنة مساعدات سبع جرحة سبع جرحة في مقابل تسعة تلاف واحد ماتوا مصر استقبلت سبع جرحة مصر قيمتها مصر تاريخها مصر وزنها ثقالها الإقليمي ودورها تجاه فلسطين إنها تستقبل سبع جرحة من إجمالي حاجة وخمسين ألف ده مصر ده دورها ده أداءها في عهد عبد الفتاح السيسي موظف الاحتلال الإسرائيلي في قصر الاتحادي دي الخلاصة اللي احنا شايفينها معبر رفح الحقيقة الزملاء عملوا تصميم عن العبور من ثقب إبرة في يعني تجسيد للمعاناة الكبيرة اللي بيعنيها أهلنا في فلسطين العبور من ثقب إبرة عدد الجرحة الذين عبروا لرفح المصرية للعلاج بمصر ودول أخرى كام؟ 773 جريح حتى 13 ديسمبر الماضي ضيف عليهم يا سيدي 300 جريح كمان يعني نتكلم في ألف يعني خلينا نقول إن عدد الجرحة اللي عبروا تقريبا ألف من إجمالي كام؟ عدد الجرحة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 54 ألف جريح يعني أنت خركت ألف من إجمال 54 ألف نسبة من استقبلتهم مصر مصر يا جماعة بنتكلم عن مصر مش عن دولة أفريقية صغيرة ولا عن جزيرة نائية فيما وراء البحار بنتكلم عن مصر الجارة الأقرب والشقيقة الأكبر لفلسطين استقبلت نسبة كام من الجرحة معلش في عهد عبدالفتاح السيسي 1.4 من 10 صح؟ 1.4 من 10 من إجمالي الجرحة 9000 جريح استشهدوا في غزة لتأثر الخدمات الصحية بالحصار وبالقصف وبالتالي إحنا أمام نتيجة إجمالها أو ملخصها 1.4% هي نسبة الجرحة اللي استقبلتهم مصر عبدالفتاح السيسي ده اللي بيعمله النظام السيسي وده اللي إحنا شايفينه ده اللي عبدالفتاح السيسي بيتحرك فيه دي بالأرقام ما ينفعش حد يكذبها ما ينفعش حد يطلع يقولك والله إحنا دخلنا مساعدات بقيمة والله إحنا 80% من المساعدات بس بلاش إيه اللي تقيمة يا جماعة بلاش إيه اللي تقيمة لو سمحته على رأي دكتور مونير البورش يعني ربنا يشفيه ويعافيه بعد استشهاد بنته وقصف البيت اللي كان فيه لما قالك أنتو حسبين علينا معبر مفتوح اقفلوه أنتو فاتحين المعبر ليه اقفلوه يا جماعة مش عايزين المعبر يتفتح أصلا بلاش إحنا بنتكلم على بعد كيلو مترات من معبر رفح فيه كارثة صحية حقيقية موجودة في قطاع غزة بالأرقام